مساء الخير على حضراتكم في كل مكان وحلقة جديدة من برنامج السادسة تحدي جديد واختبار كروي جديد وابداية رحلة جديدة للحفاظ على اللقب الافريقي في خزائن النادي الاهلي واضافة النجمة العشرة لضلاب بطولاته هيبدأها الاهلي النهاردة ساعة 9 قدام المريخ السوداني على استاد القاهرة في افتتاح مشواره بدور المجموعات في فطولة طبعا دوري أبطال أفريقيا كعادة يعني هو ده قدر النادي الاهلي دايما تلاحم مباريات بطولات وبيخرج من بطولة ويقفل ملفها تماما ويبدأ في البعديها باستعدادات جديدة وروح جديدة بين اللعبين وبتركيز كبير وفكر جديد من الجهاز الفني الاهلي في مباراة النهاردة بيتسلح بالروح العالية والحالة المعنوية المرتفعة اللي عليها اللعبين بعد الإنجاز العالمي اللي تم تحقيقه بالتتويج ببرونزية كاس العالم دايما كلام كتير عن مباراة النهاردة طبعا في الحلقة مساء الخير عليك يا أحمد مساء الخير يا صاروة ومساء الخير على حضراتكم بسم الله نبدأ مشوار النجمة العشرة أعتقد أنه النهاردة يمكن تكون البداية الفعلية لمشوار النادي الأهلي في بطولة دوري الأبطال صحيح تدينا مع سوني ديب لكن أنا بعتقد أنه دوري الأبطال بالنسبة لنا بيبتدي دايما من دور المجموعات النهاردة بداية قوية جدا في النهاية أعتقد أنه النادي الأهلي بيبتدي مشواره وروحه المعنوية وحالة ثقة اللعيبة بنفسها في أعلى مستوياتها الأرقام والأحصائيات ولقب البطولة يدفعون ويدوا الجيل ده دفعة تانية عشان يقرروا الإنجاز في نسخة السنة دي تسعمائة وتسعين دقيقة بحد أدنى ألف وتمانين دقيقة بحد أقصى بتفصل الأهلي عن تتويق بلقب البطولة رقم عشر في تاريخ أعتقد أن البطولة السنة دي استثنائية وزي ما قلت لحراتكم كل المقدمات بتصب في مصلحة الأهلي ينقصنا إيه؟ ينقصنا حاجتين التوفيق طبعا وده من عند ربنا سبحانه وتعالى والتركيز أنا بيتهيأ لي لعبة النادي الأهلي يعني بتدخل بطولة أو بتدخل حتى مباراة وهي في أعلى درجات تركيزها إلى حد كبير جدا إمكانياتنا قدراتنا مهارة لعبتنا تسمح لنا باتخطي أي عقبة أي فريق موجود في دوري الأبطال في نسخته الحالية النهاردة بداية قوية لأنك بتلعب مع المنافس الأقوى في المجموعة بتاعتك المريخ فريق كبير جدا فريق عنده شعبية وعنده جماهية كبيرة جدا في السودان عنده رصيد محترم جدا من المشاركات في بطولة دوري الأبطال عنده رصيد كبير جدا برضه من البطولات عشان كده النهاردة الأهلي يضرب أكتر من عشر عصافير بحجر واحد مش بس أنك أنت تاخد أول ثلاث نقط في مشارك البطولة لكن كمان بتصدر حالة التوتر للمنافسين كمان بتتخطى عقبة أقوى فريق معك في المجموعة مع كامل الاحترام طبعا لفيتا كلاوب وسيمبا وهم الاثنين حقيقة مقدمين برضه ومواسم أكتر من رائعة وعندهم مقاومات الفريق البطل وأعتقد وده الأهم أنك بتبعت رسالة كبيرة جدا أن الأهلي جاهز للدفاع عن لخبه طبعا أكيد الجهاز الفني عامل حسابه كويس جدا أننا نحن طالعين من مباريات صعبة وراء بعض وبيجهز لمشوار أفريقيا جلسات كتير خلال الأيام اللي فاتت عملها موسيماني المدير الفني مع اللاعبين ومع الجهاز الفني للتحضير لمباراة النهاردة علشان يحددوا خطة المباراة والأسلوب اللي هيعتمد عليه قدام بطل السودان كمان النهاردة هنقابل مدرسة أفريقية قريبة مننا جدا في طريقة اللعب المريخ صاحب إنجازات عنده شعبية وجماهرية كبيرة جدا في السودان وبيشارك في البطلات الأفريقية كل سنة هو والهلال زي الأهلي والزمالك عندنا كده سمة البطل دايما هي التعود على تلاحم البطلات وأي حد بينضم للأهلي لازم بيكون عارف ده كويس جدا أنه لازم هيبقى فيه أعباء كتيرة لأنه ما بيلحقش يفرح يوم التاني يدخل في الطولة جديدة على طول المريخ السوداني النهاردة عنده دوافع بالتأكيد زي أي فريق بلاعب النادي الأهلي وهو أنه يحقق نتيجة إيجابية قدام بطل النسخة الأخيرة من دوري الأبطال وأنه يكون منافس قوي في المجموعة اللي بتضم سينبا التنزاني وفيتا كلوب الكنجولي نصر الدين النابي المدير الفني للمريخ كمان حذر اللعيبة من قوة وخطورة النادي الأهلي ودوافعه في تحقيق الفوز الناحية الثانية موسيماني كان بيطالب اللاعبين بضرورة استغلال كل الفرص اللي هتبقى متاحة ليهم قدام المرمة ومع عدم إهدار أي فرصة سهلة قدام مرمة المنافسين وحسم نتيجة المباراة بشكل مبكر لأنه زي ما قلنا أي نقطة في دور المجموعات مهمة جدا وخصوصا المباراة اللي هتكون على أرضنا طيب خليني أقول لحضراتكم قبل بس ما أتكلم في التشكيل احنا طبعا عندنا غيابات كتير لكن ده لا يقلل من فرص الأهلي بالعكس أنا بشوف أنها فرصة أمام اللعيبة اللي هتكون موجودة النهاردة عشان تتحمل مسؤولية بداية المشوار وبيت هيألي أنه زي ما اتفعلنا الأهلي قيمته كلها نجوم ما فيش حد أقل من حده إن شاء الله بإذن الله لسكواد النهاردة اللي هقول لحضراتكم ده طبعا التشكيل الأوقع أو المتوقع للنادي الأهلي في موجة المريخ النهاردة في حراسة مرمى النادي الأهلي هيكون طبعا المتقلق دائما وباستمرار وبقوة محمد الشناوي هيكون مع ناحة شمال محمود وحيد ياسر إبراهيم وبدر بنون في القلب وعلى اليمين هيكون محمد هاني خط النص النهاردة متوقع يبتدي عمر السلية وحمدي فتحي وقدام هيكون كهربا ومحمد مجدي أفشا ومحمد شريف سلاسي تحت والتر بوليا اللي هيكون رأس حربا خلينا نروح لفاصل ونجح نتكلم بقى عن تفاصيل ماتش النهاردة براحب حضراتكم مرة تانية وبنتكلم على تصريحات موسيماني امبارح عن مباراة النهاردة واللي هي وقعية بشكل كبير جدا موسيماني كان بيقول أنه طبعا فيه غيابات كتير مؤثرة في مباراة النهاردة غيابات في صفوف النادي الأهلي وزي ما حضراتكم عارفين غايب مجموعة كبيرة من اللعيبة طاهر محمد طاهر حسين الشحات علي معلول أيمن أشرف وليد سليمان وصلاح محسن كمان يعني مجموعة كبيرة من اللعيبة ولكن زي ما موسيماني قال مجموعة بتأثر بس ما فيش أي مبررات للنادي الأهلي ما فيش أي مبرر أنا مش بقدم أي مبرر أنا يهمني الفوز في مباراة المريخ طبعا دوري أبطال أفريقيا دور المجموعات أول مباراة مهمة جدا بالنسبة له كان شايف أنه يمكن دايما مواجهة الأهلي مع الفرق السودانية بتكون صعبة ولكن لازم يقدم كل أسلحته لازم يكون كل فرد موجود في الملعب يعني هو قادر أنه يعود غياب أي لاعب من لعيبة النادي الأهلي وشايف كمان أنه عن تصريحات باتشيكو مدرب الزمالك اللي قال أن أنا نفسي ألاعب النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا من جديد ومستني أعمل ده قال أن ده مش وقته تماما ومش هفكر في حاجة زي دي وأنا كل تفكيري دلوقتي في دوري أبطال أفريقيا في المباريات اللي شغالة حاليا وأكيد السوبر الإفريقي وأن أهم حاجة هو الفوز في المباراة وما فيش أي حاجة اسمها مبرر للنادي الأهلي حالة التركيز اللي كنت بكلمك عليها يا سارة بيعكسها كلام وتصريحات مستر موسيماني بذلك أنا تديت بكلامي وقلت إحنا 11 مطش عشان نوصل للقب أبطال أفريقيا قدامنا 11 مباراة بينهم 6 في دور المجموعات منهم 4 في 8 وال4 ومنهم مباراة هتكون فاصلة في النهائي مستر موسيماني ودي فلسفة نادي الأهلي يعني ده مش بصمة المستر موسيماني يقدر نقول عليها النادي الأهلي يتقوله عمره بيمشي بخطوة خطوة بيبص المطش اللي جاي إيه بصرف النظر عن التزاماته وارتباطاته والمشاكل اللي ممكن يقابلها في أي مطشات جاي بعد كده احنا كل تركيزنا حاليا في مطش المريخ وإن كان ده برضو ما يمنعس في الوقت نفسه إن احنا يتمنى طبعا وليه لا وبتكلم جد والله يعني أتمنى أنه النهائي دوري أبطال أفريقيا يكون مرة تانية بيجمع بين بطلاي مصر الأهلي والزمالك ده شيء يبسط ويفرح كل المصريين أي حاجة تاخد اسمه مصري ترفعه الفوق إحنا معاه ده قولا واحدا شيء مفهوش نقاش وإن شاء الله برضو الأهلي يتوج ببطولة أفريقيا على كل أحوال خلينا أقول لحضراتكم يعني طبعا نحن النهاردة بعد المطش على طول هنفتح على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي سؤال لحضراتكم مين أفضل ثلاث لعبين من وجهة نظركم طبعا في مباراة النهاردة اللي هتجمع بين الأهلي والمريخ ويمكن قبل يعني وصارت تتكلم على فكرة الغيابات وإنه ده مش مبرر وإنها مش هتكون مؤسرة أنا عايز أقول لحضراتكم من المباراة دي اللي ممكن يكون الأهلي بيعاني فيها من غياب عدد من اللاعبين اللي تعودنا إنهم يكونوا أساسيين في الفترة الأخيرة وكان ليهم طبعا بصمات مهمة في الإنجازات الأهلي حققها ده لا يقلل على الإطلاق من الأسماء اللي لابسها تيشرت النادي الأهلي النادي الأهلي فيه 30 نجم وأي واحد جاهز مفروض إنه يكون جاهز في أي لحظة عشان يمثل فرق النادي الأهلي ومستر المسيماني والجهاز الفني اللي بيعاونه مش بيشتغلوا بس على الفريق الأساسي مش بيشتغلوا بس على الـ 11 اللي ممكن أو الـ 14 اللي ممكن يكونوا بيشاركوا في الفترة الأخيرة بشكل أساسي لكن بيشتغلوا على الفريق كله عشان عارفين كواس جدا لأنه في أي لحظة ممكن يكون فيه غيابات وكلنا ثقة في أبطالنا النهاردة خدوا بالكم بالنسبة للعيبة بقى ده لقاء الفرصة يعني شناوي وحش أفريقيا بطل الأبطال رجل الحقيقة اللي يمكن مستوى في حالة تطور مستمر وحاز على ثقة كل جمهير النادي الأهلي كان بيقعد على الدك فترة طويلة جدا من ساعة أو من أول منضمن للنادي الأهلي لغتلها ما جات له الفرصة جات له الفرصة عارف يستغلها وعارف يتمسك بها كواس جدا وعارف يكون نمر واحد في مصر وأفريقيا بشهادة الجميع مش بس بشهادة الأهلوية محمد هاني الموسم اللي فات كان تحت ضغط جماهيري عنيف محمد هاني النهاردة واحد من نجوم النادي الأهلي واحد من أكتر اللعيبة اللي بتحوز على ثقة جماهير النادي الأهلي والنتيجة طبعا الأرقام اللي حققها في مشاركة النادي الأهلي في كاس العالم الأندية وأهمها طبعا ماتش الأهلي والبيرن اللي قلنا لحضراتكم أنه جماهير الأهلي باكتساح اخترت محمد هاني نجم الفريق وأفضل لعب في المباراة وده تكرر بشكل كبير هنعرف تفاصيله أكتر لما نعلن على حضراتكم على حضراتكم نتيجة تصويتكم في مباراة الأهلي وبالمراس واللي انتهت بتتويج أو بفوز النادي الأهلي بالميدالية البرونزية قبل ما نعلن الثلاث لعبين اللي فازوا خليني أقول يا سارة أنه الماتش ده ماتش بالمراس أكتر ماتش شهد منافسة بين عدد من اللعبين على أفضل ثلاث ملاكز يعني دايما كنا بنشوف ثلاث لعبين رئيسيين بيفوزوا طبعا في النهاية بس بيبقى معهم اسم أو اتنين الماتش ده في ثمن لعيبة ثمن لعيبة تنفست على وأنا قلت الاختيار فيها هيكون صعب تنفست على رقب أفضل ثلاث لعبين الأسماء قبل ما نعلن مين اللي فازوا اللعيبة اللي يعني الجمهور ادهى صوته بشكل كبير جدا كانوا طاهر محمد طاهر ياسر إبراهيم أكرم توفيق حمدي فتحي محمد الشناوي محمد هاني بدر بنون وعمر السلين الأسماء دي وعلى فكرة كمان الشيء بالشيء يذكر فيه كم كبير جدا من الدعم كل الناس الحقيقة كتير جدا 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 ولأول مرة يمكن مع اختيار الأسماء في حالة دعم كبيرة جدا من جماهير النادي لأهلي جمهور العظيم الحقيقة الواعي اللي بيسنت فرقته في الأوقات الصعبة والأوقات الحالوة كمان فيه رسال دعم كتير جدا موجهة لمروان محسن والجماهير بتصوت وأتمنى دي يكون وصل لمروان نستنين منك كتير في الفترة اللي جاي نقول نتيجة ماتش بالميراس نقول طبعا حضرتكم قدرتوا أن انتم تصوتوا على أفضل ثلاث لعيبة في مباراة الأهلي بالميراس ويمكن كان المركز الأول من نصيب النجم أسد النادي الأهلي كابتن الشناوي اللي قدر أنه ياخد ثلاث نقاط في التصويت ده بعد ذي جاي في المركز الثاني يعني اللاعب اللي بقاله فترة مستوى سيه بتقدم يعني مستوى كبير قوي فقدام بارني ميونيخ طبعا كابتن محمد هاني وجاي في المركز الثالث كابتن علي كابتن بدر بنون الشناوي هاني بدر بنون أفضل ثلاث لعبين حضراتكم اللي اخترتوهم في مباراة الأهلي وبالميراس الأخيرة وبكده جدول الترتيب بيتغير إلى حد ما طبعا أيمن أشرف بيحافظ على مركزه الأول برصيد عشر نقاط بينضم لي دلوقتي بعد ما خد نقطة نتيجة التصويت في المطش الأخير كابتن بدر بنون عشان يكون في المركز الأول مكرر أيضا برصيد عشر نقاط والاثنين ليهم 13 مشاركة علي معلول في المركز التالت برصيد 9 نقاط 12 مشاركة كهرباء في المركز الرابع 8 نقاط وكهرباء الحقيقة غايب على رغم أنه كان مكتسح في شهر 12 تصدر جدول الترتيب فاز بأفضل لاعب في شهر ديسمبر لكنه من بعد ديسمبر غاب نتمنى أنه يرجع مرة تانية بقوة مازال بيحافظ على رصيد 8 نقاط اللي حقاهم في شهر ديسمبر وراء منه أليو ديانج برصيد 6 نقاط وليد سليمان رغم قلة المشاركة مرة تانية برصيد 6 نقاط بيجي بعدين طبعا كابتن طاهر محمد طاهر برصيد 6 نقاط برضو الشناوي قدر أنه هو يصعد في المراكز وياخد 6 نقاط بعدين محمد هاني برضو اللي صعده بقى في رصيده 5 نقاط بعدين محمد مجدي أفشا اللي تراجع يمكن في المراكز وبقى معاه 5 نقاط وحمدي فتحي برصيد 4 نقاط محمد شريف 3 نقاط عمر السلية نقطتين وأكرم توفيق نقطتين أكرم توفيق من اللعيبة يمكن شارك في 9 مرئات بس برضو فتفرق يعني بس أكرم جاي يعني أكرم مباراة عن مباراة بأصل الجماهير يا جماعة بالنسبة لنا إحنا ترمومتر يعني لما بنشوف حالة إجماع على اسمه معين يعني الشناوي في مطشبا المراس وطبعا ده كان شيء متوقع لأنه كان ليه دور مهم جدا في حسم المباراة في ضربات الترجيح لكن كان متوقع أنه يكون نجم المباراة الأول والحقيقة يمكن برضو الشناوي في عملية التصويت دي كان اكتساح يعني ما حصلش كاونت للنقاط اللي خدها لأنه كان واضح أنه الفرق كبير جدا بينه وبين بقية اللعيب وإحنا بنتكلم يا أحمد على اللعيبة اللي جاية وعلى قد إيه فيه لعيبة كتير بيكون دي فرستها إن هو غيابات بتخليهم يشاركوا في المباراة شايفة دعم كبير قوي من جماهير النادي الأهلي الكابتن محمود وحيد وشايفة من مبارح قد إيه يعني سوشال ميديا كلها بتتكلم على محمود وحيد وأنه فعلا ساعات القدر بيدينا فرصة إن إحنا نسبت نفسنا إن إحنا نسبت قد إيه هو لعب مجتهد وقد إيه لعب ملتزم في التدريبات ولكن ساعات بتيجي فرصة هي اللي بتخلق النجم وبتخليه قادر إن هو يكسب السقة من جديد ويكسب كمان سقة الجماهير وأعتقد إنه مباراة النهاردة ممكن إن شاء الله تكون فرصة لمحمود وحيد إن هو يعمل ده خصوصا بعد غياب علي معلول وأيمن أشرة سأليني أقول لك حاجة في وقت ملقوات وبالذات في مطش زي مطش بالمراس ويمكن حصلت أكتر من مرة قبل كده فيه لعيبة بتصعب علي ليه لأنه لأنه بالذات مثلا في مطش بالمراس حمدي فاتحي وأكرم توفيق كانوا واخدين عدد كبير جدا من الأصوات وكانوا قريبين جدا جدا من بدر بنون ومن محمد هاني يعني كان ممكن لو زاد التصويت يوم كانت ممكن نتيجة تختلف فبيصعب علي أنه يبقى فيه كتير من جماهير النادي الأهلي مدية أصواتها مثلا أنا بدي على سبيل المسائل حمدي فاتح ده مش تقليل من هاني وبدر بالعكس هما الهاتنين الحقيقة يعني ما شاء الله عمش عايزين منهم بغير أن هما يحافظوا على نفسهم ويكملوا بنفس المستوى ده لكن قصة ده أقول بحس أنه مثلا في مطش بالمراس حسيت أنه حمدي وأكرم كانوا يستحقوا يدخلوا لأنه هما أخذوا أصوات كتيرة جدا انت لمختار ثلاثة بس بس ما أقدرش نختار أكتر من ثلاثة عشان نقدر في النهاية نعرف مين أفضل لها في طبعا على مدار الشهر الأول وبعد كده طبعا نقدر نحسب في النهاية أو أنتوا تحسبوا اختياركم لأفضل لها في النادي الأهلي على مدار مباريات الموسم بالكامل نروح لفاصل ونرجع تاني محمد حضرتكم مرة ثانية وخلينا نطمن أكتر على فرقتنا معنا مراسل قناة الأهلي محمد توفيق مساء الخير عليك يا محمد مساء الخير يا صورة مساء الخير يا أحمد يعني برحم بيكم بكل مشاهدي برنامج السادسة في كل مكان وكل أشياء وجامل النادي الأهلي في جماعة الحال العالم محمد حطنا في الصورة أكتر إزاي النهاردة الفريق استعد لمباراة النهاردة طمننا أكتر وعلى الحلقة المعنوية والتركيز طبعا عند اللعيبة يعني حالا دلوقتي وأنا معاكم الجهاز الفني للنادي الأهلي بيضع لمسات الأخيرة زي ما منقول على ضربة البداية إن شاء الله لدور المجموعات من دور أبطال إفريقيا إن شاء الله يعني النادي الأهلي تكون بداية قوية ممكن فيه تركيز تام سألين على الأجواء الأجواء هنا زي ما قوننا يعني كلها تركيز فيه إصرار فيه عزيمة و تصميم على البداية تكون قوية إن شاء الله وتكون ضربة البداية موفقة عشان إن شاء الله من بدري جدا نعطل صدارة المجموعة يمكن سيمبا زي ما قلنا فاز أول مباراة خارج ملعب وإحنا هنلعب المباراة الجاية فأعتقد أن ثلاث نقاط النهاردة وثلاث نقاط المقبلة أمام سيمبا في تنزانيا هيبقوا مهمين جدا للتصدر المبكرة يمكن الأجواء هنا أكثر من رائعة تركيز تام حالة من زي ما نقول من المعنوات العالية بعد الفوز ببرنزية العالم للأندية يمكن من تسعة صباحا اللعبين يمكن طمس قازوا مبكرا بعد كده الساعة الثانية كان فيه غدا وبعد كده حصل زي ما اجتماع ودي بين اللاعبين والجهاز الفني تكلموا الجميع مهمون بالمباراة النهاردة والتركيز بشكل كبير جدا في المباراة والأداء والبضاية القوية بإذن الله كمان بعد كده كان فيه محاضرة الساعة خمسة ونص لسه يعني ممكن من دقيق بسيطة خلصانة الجهاز الفني بعد كده طلعوا هو اللاعبين تناولوا وجبة خفيفة تمهيدا إن شاء الله للتحرك سبعة ما سيئا تبقى لما أطمن اتفاق عليه في الاجتماع الفني للتحرك على ملعب المباراة والصدق قهير طيب نشكرك شكرا جزيلا زمان العزيز محمد توفيق ده كان يوم النادي الأهلي النهاردة في استعداده طبعا لمطش المريخ اللي بنقول إنه هو مطش مهم جدا عندنا طبعا مواجهة صحيح إنه طبعا وده كويس إنه أنا بشوف في الموجهة نظري إنك ترجع بعد مشوار المونديال وفرقيتك وغدة برونزية وحالتها المعنوية في يعني أعلى درجاتها وتبتدي مشوار أفريقيا أنا بشوف على الرغم ده ممكن يكون إلى حد ما إجهات شوية ضغط بدني على اللاعبين شوية لكن أنا بشوف إنه الناحية المعنوية والنفسية هتكون في أحسن حالتها خدوا بالحضراتكم الجيل ده ملعبش كاس عالم قبل كده الجيل ده راح كاس عالم وفي أول مشاركة ليه حقق برونزية عارف يعني إيه طعم إنك أنت تلعب مع أبطال العالم كلهم عارف إنك أنت يعني إيه تعرف تحقق إنجاز زي البرونزية في بطولة زي بطولة كاس عالم قندية يعني إيه إنك أنت فريق تبلغ من القوة ومن الخبرة ومن المهارة ومن القدرة إنك أنت تتجاوز بطل البرازيل وبطل أمريكا الجنوبية كل ده كل ده بيصب في مصطحة الأهلي بشكل كبير جدا مع انطلاق بطولة أفريقيا ده مش معناه أن البطولة سهلة على الإطلاق البطولة السنة دي أنا بشوف النسخة دي أصعب بكتير من النسخة بتاعت السنة اللي فاتت ونتمنى بس إن شاء الله أنها تبقى متوصلة ما يحصلش فيها دروب ما يحصلش فيها توقف لأي سبب من الأسباب تستمر في يعني مصارها الطبيعي أعتقد ده يخدم الأهلي بشكل كبير جدا وإن شاء الله نكون معفقين في انطلاقة المشوار النهار خلينا بمناسبة بداية المشوار الأفريقي الجديد خلينا أقول لحضراتكم شوية أرقام للأهلي في دور المجموعات البطول الدوري أبطال أفريقيا يمكن الأهلي يشارك في دور المجموعات 17 مرة لعب فيهم 102 مباراة خلال 102 مباراة دول قدر إن هو يحقق الفوز في 47 مباراة ويتعادل في 31 مباراة وخسر 24 مباراة قدر النادي الأهلي إن هو يحرز 143 هدف ولكن دخل شباكه 98 هدف خلال بق مشوار النادي الأهلي في البطولات الأفريقية اللي بيتزعم صدارة تصنيفها واللي بيعتبر طبعا الأكثر حصولا على بطولاتها القرية استطاع عدد كبير من مهاجمي إن هم يسجلوا أسماءهم في سجلات هدافي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدمين اللي بيتصدر القيمة دي كابتن محمد أبو تريكا بيتصدر قيمة هدافي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا برصيد 31 هدف بعد مشاركته في 88 لقاء في المركز الثاني الأسطورة كابتن محمود الخطيب الأحرز 28 هدف بعد مشاركته في 30 لقاء بيجيوا يراهم الحقيقة أسماء كتير وهدفين كتير من نادي الأهلي قدروا يسيروا بصمتهم في البطولة في المركز الثالث في عماد متعب في 74 لقاء سجل 24 هدف بركات بيجي في المركز الرابع في القيمة سجل 17 هدف بعد مشارك في 68 مباراة وليد سليمان كمان طبعا نجم الأهلي الحالي بيحتل المركز الخامس برصيد 16 هدف بعد مشارك في 72 لقاء ومنهم طبعا فلافيو ومنهم وليد أزارو وغيرهم من اللاعبين خليني نروح مع حضراتكم للمريخ السوداني وإحنا قلنا الحقيقة إنه المريخ السوداني واحد من الفرق القوية جدا في السودان هتكلم أكتر على أهم اللعيبة المميزين فيه اللعيبة المحترفة اللي ممكن تكون بتشكل مصدر خطورة هنتكلم كمان على أرقامه في الموسم الحالي بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية المريخ المريخ زي ما قلت لحضراتكم طبعا والمريخ مش غريب علينا لعبنا قبل كده وشفناه هنا في مصرف أكتر من المناسبة فليه محترم جدا وعنده تعريف كبير جدا والسنة دي بيقدم موسم كويس المريخ حاليا بيتصدر جدوى للمسابقة في دوري السوداني عنده 19 نقطة من 9 مباراة لعبها قدر يحقق الفوز في 5 اتعدل في 4 وما تعرضش الخسارة في ولا مباراة طبعا فارق بينه وبينهلال صاحب المركز التاني نقطة وحيدة ما قدرش أقول أنه عنده خط هجوم قوي لكن اللي بيميزه يمكن أكتر خط دفاعه ده حوالي دخل في مرمى بس 3 أهداف وقدر لعبته أن هم يحرزوا 12 هدف الحقيقة يمكن بيدوم عدد من المحترفين فريق مدجج بالمحترفين يمكن يكونوا مش أسماء كبيرة جدا أو مش صفقات كبيرة جدا يمكن أغلى لعب عندهم هو دانيماكوس وهو جامايكي قيمته تقريبا حوالي 400 ألف يورو وهو من جامايكا كمان عندهم سيف كيري ده الهدف بتاع الفريق حاليا فيه زي ما قلت لحضراتكم 8 محترفين عندهم متوسط الأعمار إلى حد ما كويس صغيرين لكن ما قدرش أقول أن فيه حد منهم يمكن لعب لأندية قوية في أفريقيا أو عنده تجربة احتراف قوية جدا ولكن حقيقة هو من الحاجات اللي بتميز المليح يعني أنه فيه حالة انسجام وتجانس كبيرة جدا بين العناصر طبعا مدير فني بتاعه مدير فني جديد نصر الديني النبي اللي بتولى المسئولية طبعا قبل بداية مشوار دوري الأبطال ما قدرش أو في جميع الأحوال لم يتعرض للخسارة على أرضه في أي مناسبة وحتى في الدوري المحلي أيضا لم يتعرض لأي خسارة على الإطلاق وبالتالي ومن الواضح أن احنا أمام فريق قوي وفريق متمسك ومباراة النهاردة هتكون بالتأكيد مباراة قوية جدا طبعا مباراة النهاردة يحضرها وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي هيكون متواجد في المدرجات لدعم النادي الأهلي وده لأنه أكيد الدولة المصرية بتدعم أي فريق مصري بيشرفها في المحافل الإفريقية والعالمية وده بيعكس مدى اهتمام طبعا الدولة المصرية بالرياضة بشكل عام عندنا ثلاث مطشط على أرضنا دي واحدة منهم وبالتالي دايما لما احنا والجمالية دايما يعني معها كاونتر كده أو معها قال حسبة دايما تحب تحسب الحسابات بالنسبة لنا دايما مفترض أنه تسع نقاط الموجودين في مطشطنا على أرضنا دول في جبنة وعشان كده مهم جدا أنه أنت بتبتدي السباق خصوة أنه سيمبا تغلب على فيتا كلاب وبقى متصدر لغاية طبعا المباراة ما تبتدي أو لغاية المباراة ما تنتهي متصدر المجموعة مهم جدا أنك أنت تخش السباق وتاخد أول ثلاث نقط على أرضك وتشارك سيمبا في صدارة المجموعة على حسب طبعا عدد الأهداف إن شاء الله لو كتب لينا الفوز النهاردة خلينا أقول لحضراتكم أنه سيمبا يمكن كتير من الناس بتشوف أنه سيمبا فريق سيمبا وفيتا كلاب يعني مش من الفرق الصف الأول في أفريقيا لكن أعايز أقول لحضراتكم أنه دي دي جو ميز مدرب سيمبا حاليا كان هو هو مدرب المريخ السوداني قبل كده وشايف أن المجموعة يعني بيقع فيها فريق سيمبا مع الأهلي ومريخ وفيتا كلاب هي مجموعة متوازنة نوعا ما في دولي مجموعات الأبطال وشايف أنه كل الحسابات مفتوحة كل الفرق عندها فرص متساوية طبعا من وجهة نظره وأنه الأهلي كمان طبعا يمكن يكون ليه أفضلية شوية لكنه بيأكد على أنه فرقته جاية تشارك عشان عندها طموح أنها توصل للدور ربع النهائي ويمكن اللي بيدعم من ده طبعا بداية الانطلاقة للمشاوره في البطولة وفوزه على فيتا كلاب وتحقيقه لأول ثلاث نقاط قال كمان أنه هو بيهن الجهاز الفني للأهلي والفريق على أداءهم في كهاز العالم للأندية وأنهما صنعوا إنجاز ومعروف أن الأهلي بيقاتل في كل مباراة بس المرحلة دي من دوري الأبطال مفتوحة لكل الاحتمالات كمان نصر الدين النبي مدرب فريق المريخ السوداني قال أن الأهلي بالنسباله كتاب مفتوح وهو حافظه جدا وخصوصا بعد مباريات كأس العالم للأندية قال ده خلال تصريحات لصحيفة سودانية وقال أن مباراة النهار ده قدام النادي الأهلي كبيرة وبتجمع بين فريقين عارقين في القارة الإفريقية ليهم تاريخ كبير في المحافل الإفريقية والدولية وقال كمان أنهما بيسعوا أنهما يحققوا نتيجة إيجابية وأن المريخ عنده طموحات كبيرة جدا علشان تجعل ظهوره مميز في المباراة دي وأنه يمكن ليهم أفضلية في أنه كان فيه فترة من الراحة ولكن النادي الأهلي خارج من مباريات كتيرة في كاس العالم الأندية مجهود بدني كبير جدا بذلة في هذه المباريات طبعا يعني إحنا في عصر ما فيش حاجة اسمها كتاب مقفول أنا بيتهيالي أنه النهاردة كل الفرع بقت مفتوح كتاب مفتوح قدام بعضها يعني مش ممكن مثلا الأهلي يغير من طريقة لعبه وهو بيلعب على أرضه وهو بطل النسخة الأخيرة من دولة الأبطال وهو راجع من مشاركة في كاس العالم الأندية بالتأكيد المريخ درس الأهلي كواس جدا زي ما الأهلي حتى درس كل خصومه اللي موجهه همش قبل كده واللي لعبته وما شافتش إمكانيات الفرقة اللي هتوجهها قبل كده إحنا لعبنا مطشين مثلا أو يعني بايرن طبعا كتاب مفتوح لعالم كله مش محتاجين إحنا نتكلم عليه لكن بالنسبة لنا الدحيل هنا في مصر إحنا حتى كالجماهير كورة ما كناش نعرف عنه ما بتدناش ندور ونفهم ونعرف مواطن القوة والضعف في الفريق إلا لما عرفنا أن الأهلي يبدأ مشواره مع الدحيل قطري ما فكرناش مثلا ندور على أولسن هينديل كوري لأنه ما جاش في طريقنا لكن بالنسبة لنا هو كتاب مقفول بالمراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية وعمل موسم أكتر من رائع وبطل برازيل ولكنه بالنسبة لنا برضو ما كناش نعرف عنه كتير لكن لما الأهلي جي وجهه كان درسه كويس جدا وفاهم مواطن القوة والضعف وقدر يلعب مع مباراة في منتهى القوة بالعكس كان هو الأقدر وهو الأقدر أنه يحسب المباراة في وقتها الأصلي حتى ولو حسبناها عن طريق ضربات الترجيح ففي النهاية النهاردة بقت كل الفرق عارفة كل حاجة عن بعضها ما بقاش في فكرة التعتيم اللي كانت بتبقى موجودة زمان فكرة ما تبقاش عارف التشكيل اللي ممكن يبتدي الطريقة اللي ممكن يتلعب بيها في المباراة حالة الغموض دي اللي كانت بتبقى موجودة في المواجهات الكبيرة زمان خلاص أعتقدناها لا تصلح مع زمن عصر الإنترنت والفضل إيضا وأنت جزء أساسي من كرة القدم أن أنت لما تجي تلعب أي فريق بتشوف آخر مباريات لعبها بتشوف نقاط القوة نقاط الضعف ومالليه في محللين أداء مع كل فريق كبير عايز يفوز بوطولات بشوف الفريق ده من مصادر الخطورة فيه من اللعيبة اللي ممكن تشكل علي خطر في المباراة وأقدر أقفل عليها إزاي على أساس اللي أنا بشوفه في المباريات دي بقدر أن أنا حط خطة اللابة عشان كده زي ما أحمد بيقول فعلا ما فيش حاجة اسمها كتاب مفتوح لنادي بعين وخلاص كله بقى قادر أنه هو يعرف الخطة كله بقى قادر أنه هو يشوف الفريق ده بيلعب إزاي نروح بقى للأخبار العالمية أو خبر عالمي وهو النجم البولندي روبرت ليفندوفسكي مهاجم بارن ميونيخ هنتكلم عنه عن أنه هو بيتصدر قيمة المرشحين الفوز بجائزة الحزاء الزهبي ونقول مين كمان في القيمة دي بس نروح لفاصل ونرجع نكمل مرحب بحضرتكم مرة تانية وكونوا منتكلم على النجم البولندي روبرت ليفندوفسكي مهاجم بارن ميونيخ الألماني واللي تصدر قيمة المرشحين للفوز بجائزة الحزاء الزهبي الأوروبي بـ 25 هدف سجلهم المهاجم البولندي خلال منافسات الموسم الجاري 2020-2021 وده وفقا لإحصائيات موقع ترانسفير ماركت طبعا فيه ناس كتير قوي أو لعيبة كتير قوي في القيمة ولكن بيجي في المركز الخامس اللاعب المصري لاعب ليفر بول المحترف محمد صلاح واللي دايما بيشرفنا الحقيقة ليفندوفسكي زي ما حضراتكم عارفين يمكن هو فاس بجائزة The Best أو أفضل لاعب في العالم وقدر أنه هو ياخدها من ميسي ومن رونالدو وأنه الحقيقة مقتسح أو مسيطر مع فريقه بارن ميونيخ بعدما قدر بارن ميونيخ أنه هو يتوج بالسوداسية بمناسبة بارن ميونيخ أنا أعزق لك طبعا النهاردة من الأخبار كان عليها كلام كتير للفترة الأخيرة ديفيد أعلابا مدافع البارن اللي أعلن نهاردة رسميا أنه الموسم الحالي هو آخر موسم لي مع بارن ميونيخ ومن المتاقق هو حتى اللحظة ما أعلنش بشكل رسمي هو راح فين لكن من الواضح أنه التفاصيل كلها والتقارير والأخبار الوردة المتعلقة بالمدافع ديفيد أعلابا بتقول أنه غالبا وجهته اللي جاية هتكون مدريد وتحديدا مع الريال وبمناسبة البارن برضو خلينا حضرتكم أنه مباراة غير متعقعة على الإطلاق جمعت بين بارن ميونيخ وبين أرمينيا بيلفلد الألماني وبمناسبة أرمينيا بيلفلد فريق بيحتل المركز الستاشر في ترتيب الدوري نجح فيه التقدم على بارن ميونيشن زي ما حضرتكم شايفين كده في مباراة غطى التلج لملعبها في معظم فتراتها ظروف قاسية جدا في أوروبا دلوقتي طبعا إحنا اليومين دول عندنا برد هنا فحاسيني أنه أقصى أنواع الشتاء لا الدنيا عندهم طبعا شايفين حضرتكم تلجوا ده شكل ملعب المباراة من المفاجآت أنه هيختلف تماما في الشرط التاني بالمناسبة أرمينيا تقدم هدفين بدون مقابل على بارن ميونيخ اللي استطاع أنه هو يرجع فيه المباراة طبعا بكامل تشكلته وبكامل نجومه ده شكل ملعب الشرط التاني يعني إزاي طبعا هدف رائع ليفندوفسكي استلام بدوران بصحك استقبال الكرة حد كده تتمتع وانت بتتفرج عليه بس مش بس وهو بيسجل ده الهدف التالي لأرمينيا في شوت التاني قدر يتقدم بها أرمينيا بنفلد على البايرن بنتيجة 3-1 مقرفاش تسلل على إطلاق وأعتقد ده ألفونسو جوميز اللي مغطي التسلل الأخير ألمانيا برضو بلد السرعات والقوة واللياقة يعني فريق في المركز الستاشر بيقدم عرض في منطقة قوة أمام أفضل فريق فرق العالم إيرويساني عرضية هدف تاني يقرب من ده توليسو 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 اللي خلص وعرضية تانية برضو من إيرويساني ضفة كبيرة جدا 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 وده هدف التعادل من ألفونسو ديفيز أنا بشوفه الحقيقة قدم بقوة عشان يكون أفضل باك شمال في العالم الحقيقة اكتشاف بافاري عالمي لعب كندي ما كانتش حد يسمع عنه حاجة نضم للبايرن وقدم معاه موسم أكتر من رائع وبيقول أنه مبشر جدا جدا في السنوات اللي جاية تنفع معلق على فترة طيب النهاردة الحقيقة من الأيام اللي بحبها في الكرة يعني بعد مباراة الأهلي والمريخ هيكون فيه مباريات أو مباراتين مهمين جدا لكل عشاء كرة القدم برشلونا مع باريس سان جرما وليفر بول مع لايبزيك الحقيقة أنه من ساعة قرع الدور الستاشر بتاعت الشامفينز ليج وأنا مستنية مبارات خصوصا برشلونا وبيريس سان جرما اللي بشوفها مواجهة كلاسيكية ومستنين نشوف عودة نيمار للكام نو لأول مرة من ساعة رحيله ويمكن دي برضو أول مباراة تجمع بينهم من ساعة ريمونتادة شهيرة بتاعت برشلونا ستة واحد مباراة حلوة جدا أعتقد أنها تبقى ممتعة كراويا وشايفة أنه أكيد أو بالنسبة لي أعتقد أنه باريس سان جرما هو الأقرب للفوز بعد ما قدر أنه يقدم مستوى كبير يمكن كمان في نهاية الشامفينز ليج الموسم اللي فات قدام بارني ميونيخ كان مقدم مباراة كويسة ويمكن خبرة بارني ميونيخ أو اللعيبة كبيرة قدرت أنها تحسم المباراة برشلونا بيعاني على المستوى المحلي في يعني توطر كبير داخل صفوف النادي ده ولكن يمكن حتى قدم ماتشات كويسة في الشامفينز ليج ولكن ما قدرش أنه يحافظ على التقدم في المجموعة واللي يمكن كانت تضمان له قرعة أسهل شوية من كده أعتقد الأقرب باريس سان جرما أنت بتعتقد من؟ مش عارف مباراة خارج التوقعات في أغلب الظن يعني في اعتقادي أو حسب معلوماتي أنه نمار وديمارية هيغيبوا عن تشكيلة بي أجي نهاردة الماتش ده من سنتين ثلاثة كان يمكن أفضل مواجهة يستنيها جمهور الكرة في العالم ما عرفش حسيت أنه الفرقتين فرقة طبعا بي أجي من غير نمار وديمارية تفقد كتير من قوتها وبرقها فحسس أنه مش هيكسر ميسي ورفاقه مش هما مش هما خالص وسكواد البارسة اللي كانوا يعني بيمتعوا العالم بصرف نظر عن بتشجعهم ما بتشجعهمش كانت أكتر كرة ممتعة بتتقدم في العالم كله بتتقدم في فرقة برشتونة ما بقوش الحقيقة بس أعتقد أنه ليبزيج ليفر بول هتبقوا مباراة في منتهى القوة وليفر بول ما عندوش حاجة يبكي عليها موسم يمكن سائق جدا على مستوى المنافسة في البريمير ليج لكن أعتقد ما زال بيتمسك بأمله في الشامبينز ليج لكن بيواجه فريق في منتهى القوة ليبزيج اللي مقدم عروض الحقيقة أكتر من رائعة وفي منتهى القوة فأعتقد أنها تكون مباراة يعني قوية فيها كرة وفيها منافسة جيدة جدا أهم مباراة عندنا النهاردة هي مباراة طبعا الأهلي والمريخ ونتمنى كل التوفيق للعيبة النادي الأهلي ونتمنى أن نشوف كرة ممتعة وكمان نتيجة إيجابية لأن كل المباريات اللي على أرضنا في دور المجموعات مهم جدا أننا ما نفردش في أي نقطة فيها أنا بتمنى إن شاء الله بإذن الله المكسب ده شيء أكيد ومفروغ منه وبتهيالي الأهلي لو قدر يسجل بدري ممكن وارد جدا المباراة النهاردة تكون فيها سكور كبير نتمنى إن شاء الله بإذن الله أن التوفيق ويكون حليف رجالة الأهلي وأنه مستوى التركيز يكون في أعلى درجاته وأعتقد إن شاء الله الأهلي قادر قادر وبشدة على حسم نتيجة المباراة كل التوفيق لأبطالنا النهاردة وإن شاء الله نبارك لحضراتكم بكرة في حلقة جديدة من السادسة